السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أعظم طريقة للاستغفار ليغفر الله لكم بها كل الذنوب والأوزار نعرف بعد من صلي عن نبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة حبيبي مجرد أن الإنسان يقول أستغفر الله ويكون مخلصا لله عز وجل فالله يغفر الذنوب إلا المظالم لأن المظالم تحتاج إلى أن يتحلل الإنسان من تلك المظالم التي ارتكبها في حق العباد لكن في عندنا صيغتين للاستغفار من أروع ما يكون الصيغة الأولى ما رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أي أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة ومن قاله بالنهار وهو موقنا به فمات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة الله أكبر الصيغة التانية يا حبيبي ما رواه التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف الله أكبر إيه معنى الصيغة التانية يا حبيبي حقيقة اختلف أهل العلم في كون هذا الذكر يكفر كبائر الذنوب أم لا فانقسموا إلى قسمين القسم الأول قال أنه يكفر الكبائر إلا ما كان متعلقا بحق الآدمي يعني بالمظالم يعني قالوا إن اللي يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تغفر الذنوب الصغائر والكبائر إلا المظالم ده إيه ده الجزء الأولاني أو ده الصنف الأول من أهل العلم حتى قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح طبعا إلا ما كان متعلقا بمظالم العباد إلا الجزء الثاني أو الصنف الثاني من أهل العلم قالوا أنهم حملوا ذلك الحديث على أن هذا الذكر يكفر الصغائر وإن كان صاحبها مرتكبا لكبيرة الفرار من الزحف يعني إيه؟ يعني قالوا أن الذكر ده أو الاستغفار ده بيكفر الصغائر فقط حتى لو كان صاحبها مرتكب لكبيرة الفرار من الزحف فهذا لا يؤثر على مغفرة الصغائر لكنه لا يغفر الكبائر وقال صاحب دليل الفارحين أي وفرت صغائر ذنوبه المتعلقة بحق ربي وإن كان هو قد اقترف ما هو من الكبائر فلا يمنع ذلك من مغفرة الصغائر بهذا الذكر أختصر لكم الموضوع بكل بساطة إن أهل العلم اختلفوا إلى قسمين أو إلى يعني رأيين الرأي الأول حبيبي بيقول أن هذا الذكر اللي هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بتغفر ذنوبه سواء كانت صغائر أو كبائر إلا ما كان متعلقا بحق الناس اللي هو المظالم والرأي الثاني أنهم قالوا أن هذا الذكر لا يغفر الكبائر لكنه يغفر كل الصغائر حتى لو كان صاحبها مرتكبا لبعض الكبائر فلا يؤثر هذا على مغفرة تلك الصغائر والحقيقة يا حبيبي إن الإنسان لا بد أن يعلم إن مغفرة الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة وإن التوبة من الكبائر ومغفرة الكبائر إن شاء الله أمرها يسير على الله فذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء قال جل وعلا كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حتى أن الإنسان لو كان عيازا بالله مرتكبا لكبيرة الشرك فإن تاب ودخل في الإيمان والتوحيد الله يغفر له ما قد مضى قال جل وعلا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني لو انتهوا عن الشرك وعن الكفر ودخلوا في جناب الإيمان والتوحيد وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد مضى من الشرك والكفر بفضل الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي يبن سناد الحسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله أكبر وهل في حد فينا حبيبي ارتكب ذنبا مثل الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا لا يمكن ومع ذلك لما تاب تاب الله عليه بل ورزقه حسن الخاتمة حينما ذهب إلى العالم إلى العابد في الأول فقال هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت تسعا وتسعين نفسا قال ليس لك توبة فقتله وأكبل به المئة ثم أرد أن يتوب وقال دلوني على أعلم أهل الأرض في المرة التانية يا حبيبي دلوه فعلا على أعلم أهل الأرض فقال له هل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة الله أكبر العالم عالم كلام العالم عليك إذا بهاء جمال قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن دلني ماذا صنعت حتى أرشدك يعني قل لي بس عشان أشخص المرض ووصف لك العلاج قال له قتلت مئة نفس قال إذن فالله عز وجل قال ليس بينك وبين التوبة حجاب يعني إن شاء الله ربنا يتوب عليك فباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا ولكن أخرج من تلك الأرض فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم سبحانه وتعالى وبالفعل خرج الرجل تائبا عابدا نادما مقبلا على الله سبحانه وتعالى ولكنه مات في منتصف الطريق فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا وملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط فأرسل الله تكرمة لهذا العبد ملكا في سورة بشر قال أنا أحكم بينكم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه سواء كان إلى أرض التوبة أو إلى أرض المعصية فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمر الكون كله أمر الكرة الأرضية كلها أن هذه تباعدي وأن هذه تقاربي يعني أرض التوبة تقرب يعني تكوني قريبة وأن أرض المعصية تباعدي فقاسوه بعد ذلك فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى هكذا يا حبيبي فالإنسان لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى ولكن احرسوا على تلك الصيغتين من صيغ الاستغفار سيد الاستغفار بفضل الله من قاله بالليل ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة ومن قاله بالنهار ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة والاستغفار الثاني هو قول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا الاستغفار على رأي بعض أهل العلم يغفر الصغائر والكبائر وعلى الرأي الآخر يغفر الصغائر وإن كان صاحبها مرتكبا لكبائر فلا يغفر الكبائر لكنه لا يمنع من مغفرة الصغائر أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم الصغائر والكبائر وأن يوفقنا للتحلل من المظالم وأن نلقاه شبحانه وتعالى وليس علينا سيئة ولا مظلمة لأحد من العباد وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته